شو المشاريع أو شو الشي القادم اللي أنت حابب تعمله عن طريق القناة عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية هو الأول حاجة لقناة هذو الأشخاص اللي زرتهم صارت بعد صداقات معهم كما قلت لك عمالنا قناة يوتيوب الآن مجموعة واتس أب الآن تقارب من خمسين شخص في كتير متعطشين لأكتر أظن عن طريق هو كما نقوله المليم تيفي هي مش فقط ليوتيوب هي كونكشن أي شخص حطت معه انترفيو بعد صار شخص مع شخص أصدقاء هم كانوا ما يعرفوا بعضهم شفوا نفسهم بالقناة وشفوا آخرين صار يشكرون يقولوني أنا طبيب بهذه المدينة طربت الناس ببعضها وعملنا واتس أب وبواتس أب عدنا جميع أشكرا عدنا أطب عدنا جمعيات الآن كورونا صعب شوية ولكن الآن وخا كورونا في أنشطة أهم حاجة كمان بين أهداف المليم تيفي تشارك من ناحية أنشطة يأتي من المغرب ممثلين مغنيين كوميديين يعملوا هنا حلقات يعملوا هذا مساعدات هذا بده هادي هذا بده مساعدة تصير واحد الكونيكشن اللي فيها تمار حتى كل واحد قوي ولكن إلا كانوا معها أقوية يصير العمل أحسن والحمد لله الآن لما لقنا بلاتفورم مثل يوتيوب أحسن مش نحطه فيه فيديوهات إذن إذا السمرارية على الفيديوهات تكون إن شاء الله دائما وكل شهر عدنا تقريبا 2-3 ضيوف نعم وكما قلت لك بعد الانتربيو تصير صدقات الآن تقريبا الحمد لله عملت مع رئيس أكبر جمعية مساعدة بيعملوا مساعدات بالعالم كله وعزمني قال يمكن تروح معنا لبولد الأخرى تشوف العمل حتى بيعملوا بالأسيا بفليبين بالصومال بالسعودية تقريبا يعملوا تنسيق مع جميع الدول وهدفهم هو من ألمانيا يفرقوا المساعدات والآن عملت مع اللقاء شاف أعمالي وقال لي ما شاء الله ما كانت قابل بألمانيا هو هذا الشخص من المغرب هذا مغربي يمكن مولود بألمانيا ولكن ألمانيا من الصغير وصارت تأث من الجمعية دياله مع موسم مغربي حتى هو بسوريا بيعمل كثير هو بيجيبوا طائرات هادو كونتينة مملوئة بالدواء والأكل ويفرقه ومش على المغرب نقول المغرب خمس مل بيع من التبرعات اللي يفرقوا على العالم كله أي بلد فقير ولا بلد والآن شوف عملت معه جلسة وشوف عمالي قال لي تباك الله زهم عنك أنت بتلمي المغربة والعرب والمسلمين وشكرني وقال لي عزمني لتساعدوا بالمشروع والله أروح معه لبلد شوف كانوا بالسودان كانوا بالطوغو كانوا إذن مثل هات الأشياء كنقولوا بتخلق شركات بتخلق أعمال مشتركة لنجاح حتى في ناس نجحين بدهم ناس نجحين بالحق بمجارات مختلفة ونحنا تقريبا حتى معدنا صحفيين سياسيين عطيب محامين ولكن أنت قلت كلام كلام حلو كتير يعني بالنسبة للقناة والربط الناس ببعضها وتعريف الناس ببعضها وممكن هدون الناس عندهم قصة معينة ممكن عن طريقها ناس عم تتفرج عن طريق يوتيوب تقدر تعرف أشياء جديدة ممكن تكسب مهارات جديدة وما إلا هناك ولكن يعني أخي نبيل أنت يعني أنت قلت لي أنك عملت انتفيو مع الـ مشان تسألهم شو السبب أنه أنت أغلب الأشياء اللي بتعملوها هي أشياء سلبية ما لا إشياء إيجابية يعني مع أنه الأشياء الإيجابية كتير كتيرة وممكن تكون بتغطي على الأشياء السلبية لأننا نحنا بنعرف كل ياتنا أنه الأعلام بيحاول دائما نجيب الأشياء السلبية لأنه الأشياء السلبية هي اللي بتصير المشاهد بحيث أنه يشاهد ويقرأ ويسمع وما إلى هناك أكتر من الأشياء الإيجابية مع الأسف الشديد يعني ولكن يعني أنت من خلال تجربتك شو هو الحل الحل بكل صراحة هو المشكل هو الحل يمكننا نحكي ولكن التطبيق الحل صعب الوصول للحل صعب لازم الرغبة الرغبة من الطرفين أنا بشوف الرغبة من الألمان صارت قليلة مع السنوات والسنوات الآن عدنا أزمة كورونا خلت الناس نفسيتهم صعبة شوية وخوف خوف خوف بأي شارع الخوف بأي مكان أنا أقول هذا العام للنسيان ولكن أنا بكافح للاندماج للمان أنا بحبهم حيث ألمان درس عندهم وقابلوني كضيف ولكن في ألمان عندهم تخوف عندهم الشك عندهم مرغبة من أبشتاند معا من الأجانب حيث كما قلت لك تأثير تأثير الميديا تراف أنت شوف روح للألشطات تشوف هذي المطاعم اللي فيها خمر وفيها أشياء جلسين الألمان واحدهم وتشوف قرب شيشة جلسين للسوريين والعراقيين والمغاربة ويشربوا الشيشة إذن هذي واضح في بعض الشيشة ولا شيء ولا مقاهي ويشوف فيها تختيبوا الناس الشيء اللي فيها تقريبا سبعة وثلع عشرة مقاهي مغربية ما بشوفوا الألمان جلس نعم هذا إذن ليش ما منشوف قهوة مغربية نصها ألمان نصها في مطاعم في مطاعم طب أنت شو سبب برأيك ليش ما منشوف هذا الشيء موجود السبب هو أن المغربي يريد يعيش تقافته نفس الشيء والألماني يريد يعيش تقافته المغربي يريد يتكلم عربي يريد يتكلم بصوت مرتفع يريد يتكلم الألماني يريد يتكلم بألمانية يريد يشرب خمر طيب أخي نبيل أنا بصراحة اليوم كنت بهذا النقاش اللي أنت تتفضل فيه مع صديقتي بالعمل الألمانية يعني فأعني أنت برأيك مين اللي إله الحق يعيش ثقافته الألماني ولكن إحنا كأجانب مش لازم عيش نعيش مع حياة الألمانية مئة بالمئة لكن نقبل منها شوية أنا بحلب الألماني معي بالكورة ألمانية معي بالعمل ألماني معي بالأمل من تيفي ألمان معنا نادين من جنوب ألمانية ألمانية مسلم ومعنا كانت معنا كمان هداية ألمانية إيطانية مسلمة ومعنا ميشيل شميت ألماني من حزب تقريبا حزب ميركل في فيليش ألماني إذن هذا أحسن إن كمية الأحسن أنا تقرر من الألمان حتى دمجوا معي في أشياء كثيرة ولكن في أشياء بحل بطريقة الأكل أنا مش لازم أكل مثلهم لهم يقبلوني أنا فخور بأكلي وتقافتي ولكن بشوف نقاط تشابه أنا كمان بروح لمقاهي ألمانية بجلس فيها مملوعة ألمان ما بأخذ خمر بأخذ شاي هذا قربي حتى فيه كثير مقاهي سورية ومقاهي مغربية ومقاهي توركية إذن أنا بتقرب لهم إذن نفس الشي يكون لك شي متبادل هذا هو أحسن حل حتى أنجيلا ميركل اللي بتحكم ألمانيا بتحكي كثير أنا تقريبا بس مع عشر سنين إنتيغراتيون بأشوف إنتيغراتيون بالشارع الإندماج بأشوف شوارع عربية مثل بيرلين أنا كنت ببرلين بهذا الصيف عملت خمس برامج ببرلين كنت بالدوتشفيلة نفس الشي بشوف بيرلين حي الأجانب وحي الألمان وحي فيه اختلاط بالحق كثير حتى ألمانيا بلد الحريات كل شخص حر للمعيش وكيف يحب ولكن بلد بلد الضغط ألمانيا بلد الضغط إذن أي شخص ما عنده يمكن وقت يفكر أنه يتقرب يزيد حاجة إضافية الشخص بيعرف يمكن العمل الرياضة والأكل والأشخاص اللي بيرتح لهم ونقول أنا كامل المنطقي بشوف أن الشخص إلا كان عليه ضغط المجتمع كثير بيحب الهروب للراحة إذن الألماني ممكن ما عنده طاقة إضافية هو يتعلم عربي ولا يقرب لمقهة عربية يقولك أنا الآن عملت فاير عابند بروح بشرب لي شوي كأس خمر وبحكي إذن يمكن ضغط المجتمع سبب عدم نجاح لندماج ولكن يعني أنت شو بي رأيك شو بتقول للناس اللي عم تعيش خلينا نقول بألمانيا ولكن هدون الناس موجودين بتخيل بكل البلاد شخص بيعيش بألمانيا أو ببلد أجنبي سنوات عديدة وهو ما بقدر يتكلم اللغة تبع البلد اللي هو عايش فيها أنت برأيك هذا الشي بيأسر على الاندماج وشو الحل أنا بعترف هذا قلة الاحترام اسمح لي من هذه الكلمة حيث أنك تعيش ببلد وهذا البلد فتح لك أبوابه وانت كنت ببلدك تشتكي من أقل حاجة ما عندي دوا ما عندي طبيب ما عندي ما عندي أهم حاجة وأقل حاجة هو تعلم اللغة حنا قد نقول لك أن الإنسان الصلاة وهذا والدين يمكن أن نقول لك هذا خط أحمر ما تقدش تغيره على البلد ولكن اللغة أول حاجة لازم تعلم احترام انت اخترتي هذا البلد لأي سبب هذا البلد فتح لك الأبواب لازم تعلم لغة اللغة والاحترام أهم حاجة هادوا بيسهلوا والباقي تعلم أنا ضد كمان الناس اللي بيفكروا بألمانيا هي المساعدة للشمع يفكروا خطأ فيه هدفهم من بلدهم الحضور لي هنا والجلوس بالبيت والنوم وأخذ بيت من الدولة وهذا أعتبره كمان قلت للاحترام حيث انت عندك صحة روح أعمل ما تخلي الناس يعمل حيث انت بتعمل بتخلل الزرعي على شخص اللي ما بيعمل إذن أنت أنا بقول العمل واللغة والاحترام هادوا شروط لازمة لأنك تكون عندك حياة كريمة وأنك ترد الجميل لبلد أنها قابلة والباقي يمكن كل شخصه قراره أنا بصراحة من فترة استضافت ضيفة وهي قالت شيء يعني مسير الاهتمام وكان هو كمان بموضوع اللغة أنه اللغة شيء ضروري لازم للشخص يتعلم اللغة ولكن في ناس عنده ظروف بحيث أنه ما تقدر تتعلم اللغة بالطريقة الجيدة يعني مثلا نبيل وأحمد أحمد عمره ممكن يكون أكتر من خمسين سنة أو ممكن يكون أقل من خمسين سنة ولكن طريقة تعلم كتير بطيئة ولكن نبيل ممكن بعد سنة يقدر يتكلم كتير منيح فهمت فيعني شخص ما بيقدر يتكلم صلوا مد يعني أنت برأيك نبيل أمتى بتوقف تفكيرك تقول أنه أوكي هذا الشخص معزور أمتى أنت ما بيكون الشخص معزور عن عدم تكلمه باللغة الألمانية أو اللغة الأجنبية أنا ما قلت أنا لازم لأي شخص كاللي مريض كاللي كبير لازم يتكلم ألمانيا ولا هو لم يرود الجميل لهذا البلد لازم يتعلم شو يعني إذا أنت كنت صغير ذكي إنسان مع المواقع التواصل الشماعي تقرأ بسرعة أما كان إنسان يمكن جاء أمي ولا جاء كبير من السن ولكن يبدل مجهود أنا بحكي مش أنه يجلس بقهوة يحمل التسابيح اليوم كله ويشرب قهوة ويشاين اليوم كله ويأخذ فلوس من الدولة ويأخذ منزل من الدولة مجانا وتحكي معه بالضع كلمة جواب إيش نيش دويتش إيش نيش دويتش ليش أنت ما تروح ساعتين باليوم تتعلم أنت تعلم أضعف مستوى أينس ولا أتسفاي ولا ما تروح للي بأينس إذن هذا بعد بدل مجهود ولا يمكن عنده كيلي يمكن عنده أمراض كيلي يمكن عنده شي بالدماغ ولا شي يمكن معذور ولا شي يمكن إنسان مريض إنسان مرض معذور هذا ولكن أنه يبدل مجهود إلى بدل مجهود أضر ما عليه ذنب لمن الدولة كمان لم يدين وحيث كمان دين دين لأنك ما كان دين إسلام ولا شي لازم تكون إنسان صريح وتكون إنسان تحترام الآخر وتكون إنسان ما تستغل البلد اللي أنك تعيش فيه وأنك تكذب عليهم ولا شي إذن الحمد لله إنسان إلى بدل المجهود أنا متأكد أن ألمانيا مستوى يكون مستوى كافي التكلم لقراء هذه الجرائد والرسالات اللي بتجيه وتكون بلد ألمانيا فخورة ألمانيا بيحكوكم بالتلفاز ثغورا بالجانب اللي بنجحوا بحياته نعم يعني بصراحة يعني أنا بشوف الشي اللي أنت قلته هي نقطة كتير محورية ومهمة باعتبار أنه فقط أنت عم تبزل جهد أنك تتعلم اللغة فهذا بيكون كافي كيف تتعلم اللغة وقديش تقدر تحكي اللغة هاي شغلة تانية تماما ولكن أنك أنت بس أنك تبلش وتحاول تتعلم هذا الشي يعني مهم بالأساس طيب نبيل أنت برأيك شو الحل هدون الأشخاص اللي بيضلوا قاعدين على القهوة وعم يشربوا شاي ومثل ما تفضلت عم ياخدوا من الدولة مصاري بحيس أنه يقدروا يعيشوا ويقدروا ويسكنوا كمان بياخدوا منهم جار البيت مع أنه هدون الأشخاص نفسهم بيعرفوا مية بالمية إذا بيرجعوا على بلادهم الأم لازم يشتغلوا ويشتغلوا كمان كتير كرمالة حتى يقدروا يعيشوا نص العيشة الكريمة اللي عم يعيشوها بألمانيا لازم الدولة الألمانية هي موحدة ناحية بعتبرها بين أقوى الدول وإكام موحدة ناحية الدولة قد نقول سادة زورة نايف حتى كين طرق عادية إنسان بتعطيه مال بالمقابل أنا بعطك مساعدة تصفير ولا شيء بالحق أنت روح يعمل كورس ما عملتي كورس هو يعمله عادي والألماني اللي يقولك عندك ترمين مع الجوب سنتر ما جيتي ينقصلك المال هذه حاجة هذه العقوبات هي بلد العقوبات حطت سيارتك خمس دقائق عقوبة بمكان خاطئ إذن ألمانيا سرطة بأي محل والكاميرات وكل شيء ولكن الآن بعد المرات يمكن جوب سنتر والأربايت أمت وزارة منذوبية الشغل بيتماطلوا شوية مع الناس ويخليوا الناس أنهم يكذبوا عليهم وكلموا مش مريض ويجيبوا ورقة من طبيب هذا وطبيب يعرف طبيب أنا إذن لازم شوية مراقبة والإنسان يكون أنا مسلم أنا بيرقب من الله لش أنت ممكن تخاف من الدولة وما تخاف من الله لخلقك حيث الله يمكن أن يشوفك أنك بصحة كويسة والآن الناس بيتساقدوا مع السليس أنت بتساقد مع التناش وتلقى جسمه مثل الغول مثل الأسد وإذن إنت إلى الألمان خدعتيهم ما رقبوك واحد بالسما بيرقبك عارف أنك يمكن تعمل إذن إنسان يكون إلا كان ضميره نقي وكان السلوك وأحسن ما يحتاج مراقبة هو الآن يقول لهم أنا بشكركم أنتم بسببكم بأخذ الكيندرغيرد وبأخذ المساعدة للأطفال وبأخذ أنا بأعمل شيء وكان أي نقامت أنت تذهب لأي جمعية يقول لهم أنا الآن يمكن حسن في بعض الشباب مدة طويلة باش يلقوا عمل يبحثونهم مع العمل وكذلك الوقت اللي انت بتحث عن العمل وروح لجمعيات وقول لهم أنا أنا كمان جيت لألمانيا 2003 تقريبا أول الآن تقريبا ثلاثة سنة أول حاجة عملت وروحت للطافل عملت معهم مجانا التافل هو بالنسبة لأنه هو المكان اللي بيوزع للأشخاص قليلين دخل أو الأشخاص اللي بياخدوا مصاري من الدولة للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو التافل أو اللي بيعيشوا بألمانيا هو المساعدات بيعطي أكل أكل للناس يعني وفا يعني أنت مثل مثل الشخص عم يعطي هذون المساعدات للناس أنا كنت ببوخهم 2003 كنت جلس بالبيت وبعمل لغة بعمل لغة تقريبا ساعتين باليوم كنت تعبت بالجلوس قلت لا أعمل شي ما كانت عندي عباية لا أبنية ما كان عندي حق العمل كنت كان سكن عن ابن عمتي اللي بشكروا بهذا من هذا المنبر اللي سكنت عندي قريبا سانة ونصف ورحت بحث قلت لهم أنا بدي معمل عندكم مثل براكتيكم قالوا لي أي نقام مشكلة وبعد الحمد لله من تعيش من العمل أعطوني بشايني كونغ وهذا بشايني كونغ أنا من دخل الجامعة كان بدني براكتيكم وساعدتني كمان لأخد قبول من الجامعة بالنهاية أنت استفدت منها من اللغة من اللغة من كل شيء تعرفت على ناس جداد ناس ألمان قدرت تساعد الناس كمان بدت تساعد الناس وهذا تقريب نيمكن هو البداية بالمساعدة بشهرين بألمان يخرج أساعد الناس دحت ألمان وقلت لهم أنا عندي فيزا طالب ما بدت أعمل بكالوريا بدي يجي يوميا ويجيو ناس كتير من روسيا من بولونيا من بلغاريا عرب فقراء وبنعطوهم أكل وتعلمت النظام نحن كنا نعمل كتيم مع ألمان أغلبية بنفتر سوا بنجلس سوا وما كان عندي ولا مدخول بالحقا خط ورق أنا عملت براكتيكوم وهذا شيء تقريب من 2003 18 لسانة كلام بالحقيقة مصير يعني وشي يعني يرفع الراس وشغلك وبتمنى لك دايما التوفيق أخي نبيل وأنا بشوف قديشك أنت شخص مسابر وبتمنى هذا التعب اللي أنت تتعبه تلاقي سمرته بالأخير بنهاية المقابلة أنا بحب دائما أعرف منك ثلاث أسئلة بحب دائما جاوب عليهم شاو 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 كيف يوصف حالو نبيل بخمس صفات خمس صفات محارب مثل الجندي كنت كمان بصغري بجمع الجنود كالعاب ودبابات بحب الحرب من صغري محارب صبور كتير حيث أي إنسان دات بأزمات كتير صبور مشاهد كما أنت بتحكي لي ما في يوم تكون عندي دقيقة خاوية باستثمرها بشيء ما بضيع ولد تانية من حياتي جد مشاهد يحب المساعدة ممساعد ولا شقولها بحب المساعد أي شخص بشوفه بحاول قالوا حل ولا قالوا شخص يساعده من بحث المساعدة وآخر خمسة شقول شكور أنا بشكر كتير يوميا بشكر الله على أي حاجة بحب الشكر حاجة جميلة بشكر الله على أي حاجة على أنني درست بهذا البلد أنني الحمد لله على ديني على الصحة على أي حاجة على تربية أمي وأبي لي وهذه تقريبا حاولت نسيت بعض الأشياء بالحق هذول الأشياء ممكن اللي طحت على بالي تماما هذا أهم الشي أن الأشياء اللي تجيت على بالك طيب شو بتحب تقول لنبيل أنا بالعادة السؤال بسأله شو بتحب تقول للشخص للطفل اللي عمره عشر سنين لنبيل اللي عمره عشر سنين ولكن السؤال لك لحيكون شو بتحب تقول لنبيل قبل ما يجي على ألمانيا وأتكام بالمغرب نصيحة شكر امتنان أو أي شي تاني طريقة التفكير ممكن تكون تماما اختلفت لذلك أنا هذا الشي حاب أعرف وما أنا شفت نبيل عنده عشر سنين كما كان بهذه المرحلة بالتسعينات شو أنصحه أنصحه أنه أنا عندي تقريب 38 سنة قربت 40 سنة أقول أهم حاجة كنا بننساها الأكل الجيد والصحة نحن بهذا العمر كنا بنأكل أي حاجة ونأكل السكر كتير ونأكل الأكلات المصحية كبر السيم نعم أنا الصحية أكبرت كنا بنضحك على هذا الشي ونسمع الناس يقول الصحة الصحة الآن مع الكبر أهم حاجة الصحة الدين الدين يعطيك واحد الهدوء واحد ماجيك ولا اكتئاب بحياتك في كتير يعانوا اكتئاب بهذا البلد يشربوا يوميا دوا اكتئاب يجي إنك لحب بشي دينك حيات كنا نحن نعيش ونموت إذن حب الدين يقتل الكتئاب مئة بالمئة الحاجة الثالثة الدراسة العلم حيات كنت كمان بهذا العمر عشر سنين بخرج من المدرسة مرة بدون علم ولا ما بلد أروح الآن المدرسة هي التاج والعلم وهي العمل هي القيمة إذن أظن نصائح لنبيل الصغير الدين والعلم والصحة هدو حارب لأجلهم نعم نعم طيب شو هي أحلى عبارة أخي نبيل أنت سمعتها أريتها أو أنت نفسك ألفتها بتحب تقول لا لا دائما كنت لها معك حق هذه العبارة هذه كنت كتير من كنت مراهق كنت بطحها لبالي والآن بعد عشرين سنة لقيت أنها أحسن عبارة حاول نجح نفسك بنفسك وبعد أنت ساعد الناس ما تكون تربط نجاحك بشخص أنه هو أنت يطلع بالمصعد وحدك ومن تنجح أنت ساعد الناس وخيمكن ما في شخص مدلك أيد مساعدة من الأول إذن أنا مع هذه الفكرة وكنت بفكر فيها كتير كنت حب أكون نجاحي لوحدي وأنني ما بطلب مساعدة من الناس حيث صعب تلقى الشخص اللي يساعدك كثير كنا أصدقاء ولكن صعب تلقى الشخص أنه يحاول نجاحك لوحديك علي أنا كمان كثير بساعدة بالوقت لوحدي مرة يكون عندي وقت فعوت أنا أخرج مع صديق أروح للراين وأعمل موسيقى وهذا وقت من ذهب إذن أحب الوحدانية وعاكما اجتماعي طبعي ولكن الوحدانية أعطيها قيمة أكبر راحة نفسانية وهي بتعمل ليش أنا بكتب بالفيسبوك كتير اندي غوة لك تخافت حيث بالراحة جي قوة عظيمة بالجسم نعم شي جميل جدا وبصراحة يعني هاي المقولة يعني بالهدوء يعني تكمن القوة تكمن القوة تماما فهذا الشي يعني بصراحة يعني كلام كتير معبر طيب أنا بحب أعطي الموبايل السحري لها ضيوفي بآخر الحلقة هذا الموبايل السحري فيك من خلاله تبعت رسالة SMS لكل الكرة الأرضية لكل شخص على هاي الكرة الأرضية كلمة ولا جملة 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 واحدة شو بتحب تقولك كل الناس على الكرة الأرضية أهم رسالة مني هو الإنسان دائما يكون إيجابي حيث الإيجابية هي طاقة عظمة والإنسان ما تجيها الراحة النفسانية إلى ما ساعد أخوه كما كان دينه كما كان تقافته إذن بمساعدة الشخص تكون عندك قوة دينياميكية وقوة عظيمة بداخلك إذن بمساعدة الشخص تصير سعادة الإنسان وإنسان اللي عندي اللي عندي على صبرك وكلامك الرائع والجميل فبتشكرك كتير أخي نبيه وبتمنى لك كل التوفيق بكل المشاريع اللي عم تحمله إنه عندك مشاريع كتيرة يعني فبتمنى لك كل التوفيق وكل السعادة ومن نجاح لنجاح آخر إن شاء الله شكراً 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 شكراً